اشتركوا في القناة نهارات بتاعة الكتابة سواء كان في سؤال زي سؤال الايميل او سؤال زي التيمة تعالوا نبدأ النهاردة نتكلم عن لاجراماتيكا وقاعدة النهاردة اسمها الفوتورو سيمبليتشي زمن الفوتورو سيمبليتشي زمن المستقبل يا ترى لو سألتك ممكن تستخدم المستقبل امتى؟ اول حاجة هتيجي في بالك انك تقول لي هستخدمه اكيد لما اعبر عن اشياء لسه هتحدث في المستقبل طب يا ترى تعرف تقسيمة الاشياء اللي هتحدث في المستقبل دي بتتقسم ازاي؟ طبعا ما اقصدش مين هيحصل بكرة ومين بعد بكرة دماني او دوب دماني؟ لان كله بالنسبة لي مستقبل فطورو لأ انا اقصد حاجة تانية اقصد هتعبر ازاي عن المستقبل ايه انواع المستقبل وانت هتعبر عنه بافكار زي ايه؟ بمعنى في ناس تقول انا هستخدم المستقبل لما اتكلم عن بروجيبتي اخطط لمشروعات مستقبلية زي ايه؟ اقول مثلا ان دا جراندي لما اكبر كومبرو عن كيو هشتري انا كمان اونا جراندي كازا اروما بيت كبير في روما فان هنا بخطط لمشروعات في المستقبل اهو دا استخدام لزمن الفطورو سيمبليتشي ليه زميل تاني يستخدم الفطورو سيمبليتشي في انه يتكلم عن بريفزيوني او تنبق اتنبق يعني ايه؟ يعني يقول لي مثلا دو معنى بيوفيرا بكرة شكلها هتمطر فهو لما يعبر عن تنبقه دا مش اكيد ان هو بيتكلم عن حاجة لازم هتحصل دا اعتقاده او هو شايف ان دا هيحصل فده بنسميه بريفزيوني بكرة شكلها كده بيوفيرا هتمطر ممكن زميل تاني لما نسأله عن المستقبل تلاقيه يقول لك انت هتطلع محامي شاطر او انت هتطلع دكتور عظيم فهو هنا بيتنبق لك بالمستقبل يبقى بريفزيوني كمان جزء انا بعبر عنه بزمن الفطورو سيمبليتشي يا ترى ممكن استخدمه في ايه كمان؟ في ناس قالوا انا هستخدمه علشان افترض افتراض وده اسمه ايباتيزي ولما نحب نفترض يا ترى نفترض يعني ايه؟ يعني يكون في حاجة بتحصل دلوقتي دلوقتي في زمن المضارع بس انا الحقيقة ما عنديش معلومة اكيدة فما اقدرش اعبر عنها بزمن البرزينتي لان احنا تعودنا ان زمن البرزينتي هو زمن الاحداث مؤكدة فانا ما افترضش معلومة واستخدم زمن البرزينتي اذا هي افترض يبقى انا هستخدم بدل البرزينتي زمن الفطورو سيمبليتشي او المستقبل البسيط يعني مثلا لو انا عندي زميل كان المفروض انه هيخرج معنا ومش هيخرج بس حقيقي انا ما عرفش السبب ممكن اقول ان دينو دينو لن يأتي معنا افرادة فاري افرادة فاري يعني هتلاقي عنده ما يفعله او هتلاقي مشغول فانا هنا مش بأكد ان هو مشغول ده انا بافترض يا جماعة هو مش هيجي هتلاقي مشغول انا عشان اوضح للي قدامي ان المعلومة اللي عندي مش معلومة اكيدة ما استخدمتش البرزينتي المضارع واستخدمت بدلو زمن الفطورو سيمبليتشي عشان يعرف ان انا بعمل او افتراض كمان احيانا كتير بنستخدم الافتراض لما نتكلم عن الساعة ازاي لو حد سألني سؤال وقال كم الساعة الان فلو انا معي ساعة هبص في ساعتي وقوله ساعة دلوقتي تمانية بس لو انا معيش ساعة هرد وقوله ايه هتجلها تمانية هتلاقيها تمانية هتطلع لها تمانية الرد ده هو الافتراض بتاعي فانا هرد وقوله سارانو لأطو يعني هتجلها حوالي تمانية هو لما يسمعني باستخدم زمن الفطورو سيمبليتشي في الرد هيفهم على طول ان انا بفترض ودي مش معلومة اكيد جميل يبقى احنا قلنا هنستخدمه في تخطيط لمشروعات مستقبلية هنستخدمه بريفيزيوني او تنبؤ هنستخدمه او افتراض كمان باستخدمه في الوعد اكيد كتير مننا بيوعد ماما كل يوم يقولها يا ماما دوماني فانيروتوتو انا هخلص كل اللي علي او يقول للبروفيسوري بتاعه ده دوماني نون فاروم ماي تاردي من بكرة انا مش هتاخر ابدا فعشان انت بتوعد في المستقبل بتستخدم زمن الفطورو سامبليتش اخر استخدام هنفكر في اني استخدم الفطورو سامبليتش معاه هو قاعدة البريودو ايبوتاتيكو او قاعدة س كلمة س كلمة معناها اذا او لو وقول لي بقى لو انا قلتلك جملة فيها س اذا او لو يا ترى تفكر ان الجملة دي هتحتوي على فعل واحد ولا فعلين عشان تفهمني اكتر هسألك ينفع اقولك اذا انت هتزاكر واسكتوا ماكملش ولا اكيد هقولك اذا انت هتزاكر كويس هتنجح ان شاء الله يبقى اكيد قاعدة س بتحتوي على فعلين فعلها هيجي بعد س اذا انت هتزاكر والنص التاني هتنجح ان شاء الله او الفعل التاني خمس استخدمات دول احنا عايزين نعبر عنهم بزمن الفطورو ونشوف يا ترى الافورماتسيوني او التكوين بتكون ازاي ازاي نقدر نختار اختيار صحيح ونعرف ليه او الكلمات الدلة عليه وتعالوا نبدأ كده مع بعض ونشوف اول حاجة معانا موجودة على الشاشة وانا عندي العنوان الفطورو المستقبل البسيط ده استخدم للتعبير عن وانا احنا قلنا اول حاجة الحديث عن مشروعات مستقبلية نمرة اتنين تقدير او ادراك الشيء قبل حدوثه وده بنسميه التنبؤ بريفزيون نوميرو 3 رقم 3 افتراض شيء ولكن مع عدم التأكد من المعلومة فانا بفترض حاجة بتحصل دلوقتي دلوقتي بس انا مش متأكد لشان كده بستخدم الفطورو لشان اوضح للقدام انها مش معلومة اكيدة نوميرو 4 رقم 4 قلنا بروميس الوعد بعمل شيء في المستقبل عندي كمان رقم 5 اسلوب الشرط اللي احنا هنسميه مع بعض قاعدة سي طيب للوقتي عشان اتكلم عن اي زمن اول حاجة لازم اعرفها هي او الكلمات الدالة من اول الكلمات اللي ممكن تدل على الفطورو هي كلمة غدا دوماني بعد غد دوبو دوماني طيب انا دلوقتي هسألك سؤال لو انا استخدمت دوماني في جملة يا ترى مكان هيكون فين ممكن تيجي في اول الجملة برافو عليك فهقول لك دوماني غدا اندرو اسكولا سأذهب الى المدرسة بس تفتكر فيها مشكلة لو قلتلك اندرو اسكولا دوماني سأذهب الى المدرسة غدا لأ مفيش مشكلة يبقى احنا خدنا معلومة دوماني بتدل على الفطورو وعلى المستقبل ممكن تيجي في اول الجملة وممكن تيجي في اخر الجملة وانا بقول الكلام ده للطلبة اللي احيانا يقرأ اول الجملة ويبدأ يجاوب على طول خلي بالك ممكن الكلمة تدل على الزمن ما تكونش في بداية الجملة وتكون في اخرها فعود نفسك تقرأ الجملة من اولها لاخرها نفس الكلام معا دوبو دوماني بعد غد فانا هقولك دوبو دوماني بارتيرو بير ليطاليا بعد غد سارحل الى ايطاليا ممكن اقولها ازاي بارتيرو بير ليطاليا دوبو دوماني سارحل لاليا بعد غد يبقى احنا عرفنا ان الكلمة تدل اما هتكون في اول الجملة او هتكون في اخر الجملة طيب سؤال تاني تفتكر دوماني غدا يا طرى ممكن تيجي مرتبطة او مقترمة بكلمة تانية يعني مثلا مثلا اقدر اقول دوماني ماتينة غدا صباحا اللي ممكن او اقول دوماني سيرة غدا مساء او طبعا ممكن او دوماني بوميريدجو غدا بعد الظهر او طبعا ممكن يبقى مش اجبار انها تكون دوماني كلمة جاية لوحدها ممكن تبقى دوماني ماتينة دوماني سيرة او دوماني بوميريدجو تمام نكمل كلمات الدلة واحنا معنا نوميرو تري بروسيمو او بروسيمة بمعنى القادم وهنا بقى يجي سؤال مهم تعالوا كده نسأل ونقول يا طرق يا جماعة كلمة بروسيمو القادم ينفع تيجي في جملة الوحدة واقولك القادم سأسافر الى الاسكندرية قال لي لا ما ينفعش المفروض تقوليلي الاسبوع القادم او العام القادم او الشهر القادم يبقى في معلومة بتقول ان بروسيمو ما بيجيش لوحدها لازم بيجي قبلها فترة زمنية فانا لو حبيت اقول العام القادم من شاطر هيقولي كلمة العام يعني لانو برافو عليكم يبقى انا هكتب معاكو كده لانو العام بروسيمو القادم وابدأ استخدم اي فير بو في الفطور سمبليتشي سأسافر الى الاسكندرية طب ولو انا حبيت يا ولادة اقول الاجازة هقولي الاجازة القادم ولا الاجازة برافو القادمة صح كده الاجازة يعني وشاطرين وقالوا القادمة بقى هتبقى بروسيمو ولا بروسيمو طبعا هتبقى بروسيمو عشان تبقى فيمينيلي او مؤنس يبقى انا عرفت معلومة مهمة اولا ان كلمة بروسيمو ما بيجيش ابدا لوحدها لازم بيجي قبلها فترة زمنية فمنفعش اقول القادم على طول كده لازم اقول العام القادم او الاجازة القادمة معلومة تانية بروسيمو ماسكيلي مذكر لو كانت الكلمة الدلة على الزمن زي انو مذكر فيه كمان بروسيمو مؤنس لو انا بتكلم عن حاجة زي لذك عنصى فترة زمنية مؤنسة خلي بالك كلام ده مهم وهيفرق واحنا بنشتغل دلوقتي في الاجابات طيب تعالا نكمل كده مع بعض ونشوف ايه كمان كلمات ده اللي على الفطور عندي كمان كلمة فرا بتساوي ترا زائد فترة زمنية وبتيجي بمعنى بعد يبقى انا هقول ان فرا دوي اني بعد سنتين بارتيرو بير فينتسيا سارحل الى فينتسيا ممكن اقولها بدل فرا استخدم ترا اه طبعا ممكن ترا دوي اني بعد سنتين يبقى سواء فرا او ترا الاتنين متساويين مفيش فرق خالص هكتبها بحرف الف او حرف تي مفيش مشكلة لكن بعديها في فترة زمنية يبقى فرا قون عنو بعد سنة فرا ترا اني بعد ثلاث سنوات اكيد اني هيحصل بعد سنة او بعد ثلاث سنوات هيبقى فوتورو سيمبليتش مستقبل بسيط يبقى انا عندي فرا بيجي بعديها زمان او ترا بيجي بعديها زمان لكن براسيمو كان الزمان او الفترة الزمنية قبلها نكمل مع بعض عندنا دا جران دي عند الكبر اكيد كل الحاجات اللي هعملها لما هكبر هتبقى فوتورو مستقبل استاصيرا هذا المساء واحدة من الكلمات لا اقدر اقول برضو انها بتدل عن المستقبل ان النهاردة بالليل استاصيرا انا هخرج مع اصحابي او هروح سينما او هعمل كذا وكذا فده برضو تعبير عن الفوتورو عن المستقبل اخر حاجة معنا معنا دو ماتينا دو ماتينا غدا صباحا هي عبارة عن كلمتين مع بعض يا ترى مين شاطر يفكر كده ويقولي قبل ما اكتبها دو ماتينا يا ترى هي عبارة عن كلمتين اندمجوا وبقوا كلمة واحدة دو هي اختصر لكلمة دو ماني برافو عليكم وطبعا ماتينا صباحا وعشان سهولة الاستخدام دمجنا الكلمتين مع بعض وبقوا كلمة واحدة هي دو ماتينا فانا لو جاب لي مثلا دو ماتينا او دو ماني ماتينا في الحالتين معناها غدا صباحا وبتدل على زمن الفوتورو سيمبليتش يبقى نقرأ مع بعض تاني الكلمات تدل على الفوتورو سيمبليتش ونقولها عشان نحفظها يلا دو ماني دو بو دو ماني بروسيمو ممكن تبقى بروسيمة فرا تساوي ترا بيجي بعدها فترة زمنية دا جراندي ستاسيرا ودو ماتينا طيب احنا شاطرين وتعلمنا الكلمات اللي بتدل على زمن الفوتورو او المستقبل ايه رأيكم بقى يا ترى بيتكون ازاي قال لي لا تكوينه دا حاجة سهلة خالص يا سيناورا انا عرف ان الافعال عندي في الايطالي كانوا ثلاث مجموعات المجموعة الاولى بتنتهي بالنهاية عري المجموعة التانية بتنتهي بالنهاية lary المجموعة التالتة بتنتهي بالنهاية lary خلي بالك طول ما يفعل معاه واحدة من النهايات التلاتة بيبقى اسمه فعل في المصدر وطول ما هو مصدر انت متعرفش عنه غير معناه بس كمكويس ان انا بقى عارف معناه نفترض مثلا ستودياري يزاكر مش كفايا ان انا بقى عارف ان ستودياري يعني يزاكر لا طبعا مش كفايا انت كمان لازم تحدد مين اللي بيزاكر فتقول ان الفيرب هو متصرف معي انا ولا معك انت ولا مع الاصدقاء تحدد كمان هو بيزاكر في اي زمن في البرزنت المضارع في البصاتو في الماضي ولا في الفطورو في المستقبل بقى الفعل في الانفينيتو او في المصدر بعرف عنه معناه وبس ما بيزهرش يا ترى مين اللي عملو مش معروف يا ترى عملو في انه زمن مش موجود لان هو مصدر بيعبر عن معنى الفعل فقط قال لي لا انا عايز الفيربو ده يكون في زمن الفطورو سيمبليتشي او المستقبل البسيط اكونه ازاي تعالوا نقول بيقولي انه بيتكون من نحذف نهاية المجموعة الاولى او التانية او التالتة ولما هنحذفها هنلاحظ حاجة مهمة اوي ان المجموعة الاولى والتانية بتاخد نفس النهاية ده خلي بالك انا عندي مجموعتين بياخد نفس النهاية اللي هي معايا انا ايو بحذف نهاية المصدر وحط نهاية اسمها ايرو مع تو انت النهاية هتبقى ايراي معلوي هو او لي هي النهاية ايرا خلي بالك دايما معلوي او لي تصريف الفيربو بيقى نفس التصريف سواء في زمن البرزنت المضارع او في زمن الفطورو سيمبليتش المستقبل البسيط بيقى نفس التصريف مفيش فرق طيب ولو كان لي والل واضح انها مايوسكلا او كابتل كده اللي كبيرة قال لي اه دي كان معناها حضرتك ودي صيغة احترام يا طرى بستخدمها امتى يا ولاد قال لي اكيد اكيد لما بكون بستخدم بنادي على شخص بس بصيغة الاحترام يعني بنادي عليه بلقب مش باسم فقول مثلا بروفسوري وفيرجولا يا بروفسوري ما نقولوش انت نقول حضرتك لي يا سينيور او يا سينيورا ما نقولش انت ولا نقول انت ما نصحش تستخدم بصيغة الاحترام ونقول حضرتك لي يبقى اول ما هلاقي لي والل بتاعتي مايوسكلا او كابتل بصيغة احترام الميزة بقى انها بتاخد نفس النهاية مع لوي او لي تبقى النهاية ايه ارا تمام تعالوا نشوف مع بعض يبقى انا مع لوي او لي ومع لي حضرتك نفس النهاية ارا نيجي مع نوي نحن ونلاقي النهاية ايه ريمو مع فوي انتم النهاية ايه ريت ومع لورهم النهاية ايه رانو خلي بالك دي نهاية هنركبها بعد ما نحذف نهاية المصدر طب يا ترى المجموعة الثالثة يا جماعة هنضف لها نهاية تعاملة ازاي قال لي لا دي حاجة سهلة خالص ازاي بقى هنغير بس اول حرف من النهاية بدل ما كانت النهاية بدأ بحرف ايه هغيره وحط حرف ايه طب تعالوا نشوفها ايه وانا هتبقى النهاية اي رو تو انت اي راي مع لوي اولي اي را مع نوي نحن اي ريمو طب ومع فوي انتم اي ريتي ومع لورو هم اي رانو تمام كده طب ايه رأيكم بقى مع بعض كده ونجرب ونجرب نصرف فعال من الافعال اللي احنا عارفينها في زمن الفطور سيمبليتشي اي رأيكم فكر كده بفعل يكون مجموعة اولى او مجموعة تانية انا فكرت بفعل مجموعة اولى لطيف اوي فيربو كانتاري من شاطر هيفتكر كانتاري قلناه فاول انتمع بعض كم معناه يغني برافو عليكم واضح انه كانتاري نهايته اري مجموعة اولى لو حبيت اقول في جملة ايو انا هغني اغنية جديدة في الحفلة ومعي انا قال لي الفيربو هنحزف منه نهاية المصدر ونكتب لحد حرف تي كانت ونضيف مع ايو النهاية برافو اي رو فلو قلت انه انا سوف اغني یبقى ايو كانترو هغني انا نووغا كانتصوني اغنية جديدة الله فيستا في الحفلة صرف الفيرب مع تو انت وهكتبه زي ما اتفقنا لحد حرف تي ومع تو النهاية هتبقى برافو اي راي يبقى تو كانتراي انت هتغني انا كانتصوني سترانييرا اغنية اجنبية طب لو حبينا نقول مع لوي او لي هنلاقي ان الفربو بتاعنا هيبقى برضو الحد حرف تي بس يترى النهاية بقى رابو كانترا يبقى لوي كانترا هو هيغني كون لسواباند مع الفرقة بتاعك طب ولو كان لي حضرتك احنا اتفقنا ان لوي او لي مع النهاية كانترا كمان لي حضرتك هتاخد نفس النهاية كانترا فنقول لي كانترا حضرتك هتغني اللاجارة فينالة في المسابقة النهائية طب ومع نوي نحن واضح كده ان الفرب هيكتب لحد حرف تي كانت ومع نوي النهاية من شاطر هيقول لي احنا هنغني انسيامي يعني سويا او مع بعض اللافستة في الحفلة طب ولو حبنا نصرف مع الضمير هنقول في من هيقول هالي بقى يلا في كانتريتي انتو هتغنوا ان ايطاليانو بالايطال طب ولو حبنا بقى نكتب الفربو مع الضمير لورو خلي بالك ان لورو سواء هم اولاد او بنات فهقول لورو كانترا هم هيغنوا ان انجليزي بالانجليزي مسلا يبقى انا كده صرفت فيربو كان فيمو جروبو مجموعة اولى ولو كان سيكوندو جروبو هياخد نفس النهاية طيب انا عندي فيربو بقى مجموعة تالتة زي مسلا فيربو بارتيري فيربو بارتيري واضح من النهاية ايري انو مجموعة تالتة انا هعمل ايه بقى اللي هشيل النهاية ايري وهحط نفس النهايات اللي احنا كدبنا مع بعض بس بغير الحرف ال ايه وبعملو ايه فهيبقى معايا انا ايو بارتيري انا سارحل فربوكو بعد قليل طب ولو كنت انت اللي هترحل يبقى تو بارتيري انت سوف ترحل انترينو بالقطار طب ولو كان لوي او لي هو او هي يبقى لوي بارتيرا كون لاميتشي هو هيرحل معاك الاصدقاء طب ولو كان حضرتك لي زي بروفسوري كده يا بروفسوري هيبقى برضو بارتيرا دا صولو حضرتك هترحل دا صولو بمفردك طب ولو قلنا نوي معا نوي هنستخدم بارتيريمو احنا هنرحل ان اياريو بالطيارة طب ومعا فوي هقول فوي بارتيريتي انتو هترحلوا فرا دوي جورني بعد يومين واخيرا معا لورو هنقول ان لورو بارتيرانو هم سوف يرحلوا بير ميلانو الى ميلانو يبقى انا كده جربت اني استخدم الافعال وخللت بكامل لان انا اقولها فيه ونفرازي كمبليتة جملة كاملة لان دا بيساعدني جدا وانا بكتب التيمة او موضوع التعبير وياريت نتعود ان احنا لما ناخد اي راجل اجراماتيكالي نحاول نعمل كده حاول ان احنا ناخد القعدة ونطبقها على فعال من الافعال اللي احنا عارفنا ونكتب جمل بسيطة نحاول نعبر بها عن الكلمات اللي احنا تعلمناها في اللغة بتاعتنا طيب نكمل بقى مع بعض احنا شاطرين وعرفنا تصريف الافعال الريجولاري او الافعال اللي عادي بس اكيد لكل قعدة شواز والافعال الشازة عندي بتتميز بان هي احيانا بتحتفظ بالجزء الاول من الفيربو وبتاخد نهاية هي نهاية للافعال الشازة كلها باني بحذف الحرف الاول فقط من النهايات اللي انا تعلمتها دلوقتي طيب يعني انا دلوقتي لو عندي فيربو زي فيربو اسري هيعمل كده فيربو اسري معناه يكون الحقيقة لا هيغير كمان الجزء الاول من الفيربو عشان كده ده اكتر فيرب انا محتاج احفظه كويس جدا اسري يكون معي انا سوف اكون هتبقى ايو سارو مع تو انت سوف تكون هتبقى تو ساراي مع لوي او لي هو او هي سارا مع لي حضرتك هتبقى برضو سارا نوي نحن سوف نكون ساريمو وي انتم سوف تكونوا ساريت ومع الضمير لورو هم سوف يكونوا هتبقى سارانو طب انا لو حبيت اشوف فيربو تاني زي فيربو انداري يذهب خلاحظوا انوا معي انا اندرو اندراي اندرا اندرا كبو معانوي اندريمو فوي اندريتي لورو اندرانو انا عايزك تبص كويس اول الشاشة وتقولي ايه ملاحظاتك تعال نبصنا على فيربو انداري قالي انا اول ملحوظة لحظت ان احنا حذفنا النهاية عادي جدا وبقى من الفيرب الجزء اللي هو اند حد حرف دي شاطر طيب ايه الملحوظة التانية قالي لحظت ان احنا كتبنا نهاية المجموعة الاولى بس مش من اولها حذفنا الحرف الاول كانت المفروضة من النهاية العادية ارو لا احنا بدأنا من اول حرف الاري فبقت النهاية رو راي را ريمو ريتي رانو رائعين ودي فعلا نهاية الافعال الاريجولاري الشازة كل الافعال الشازة بتاخد نهاية الفطورو بس من اول حرف الاري يعني بحث في حرف اللي كان بيعبر عن المجموعة الاولى او التانية او التالتة دي ملحوظة كويس طب يا ترى ملاحظتوش حاجة كمان صراحة لاحظنا لاحظنا وجود حرفو بيتكرر في كل النهايات ومش ممكن يكون الفيرب ومصرف في زمن الفطورو الا في وجود الحرف ده مين شاطر هيقولي صح حرف الاري حرف الاري واحد من الحروف المميزة لزمن الفطورو لو انا جبتلك اختيارات بقولك اختار فيربو مصرف في زمن المستقبل وليت الاختيار الاول والاختيار التاني مفيش في النهاية حرف اري مش هختاره كده هو مش فطورو مش مستقبل الفطورو اهم حرفه في نهايته هو حرف الاري تمام يبقى انا لاحظت هات الافعال الاريجولاري الشازة رو راي را ري مو ري تي ران وحست ان الفطورو كل نهايات لازم يكون فيها حرف الاري طب اي رأيك بقى في ملحوظة كمان مش حاسس ان فيه تشابه شوية ما بين نهايات الفطورو وبين نهايات خدناها قبل كده زمن ايه ترى البرزنت المضارع فيه شبه شوية تعالوا نقارن كده ما بينهم مع بعض ونعمل عنوان هنا كده ونقول ده زمن او نهايات زمن ايه البرزنت المضارع ونجي هنا ونقول ده زمن او نهايات زمن الفطورو سيمبلي تشي المستقبل البسيط طيب هو انا اعرف انه في زمن المضارع نعى الضمير ايه وانا المجموعات التلاتة بتاخد نهايه حرف او صح كده طبو يا ترى الفطورو سيمبلي تشي قال المجموعة الاولى والتانية ايه رو المجموعة التالتة اتفقنا من غير اول حرف ايه رو الافعال الاريجولاري الشازة رو على طول مناحز ايه بقى فعلا معايا انا في البرزنت حرف او وهنا ايه رو ايه رو رو هما كمان بينتهم بحرف او صح؟ تمام طب معتو انت نهاية البرزنت المضارع معاك انت هو حرف ايه طب ويا طرف الفطورو سيمبلي تشي ايه راي مجموعة التالتة اي راي الافعال الاريجولاري او الشازة راي قال لي فعلا يا سنورة ده برضو حرف الايه اللي عليه نقطة موجود في البرزنت وموجود كمان في نهاية النهاية بتاعت الفطور طب لو قلنا لوي او لي هو او هي هنعرف ان المجموعة الاولى في البرزنت بتاخد ا المجموعة التانية والتالتة بتاخد النهاية ا طب وفي الفطورو يا ترى ادي المجموعة الاولى والتانية اي را التالتة اي را والافعال الاريجولاري را يعني واضح ان حرف الا برضو موجود في المجموعة الاولى هنا وموجود في زمن الفطورو سيمبلي تشي هنا تعالا مع نوي نحن وهنلاقي النهاية مع نوي نحن في البرزنت اي عامو في المجموعة التالتة طب ويعترا في الفطورو هتبقى هنا النهاية اي را مو المجموعة التالتة اي را مو الافعال الاريجولاري را مو وشاطرين وقالوا في Kurdفا شوية اي عمو را مو را مو را مو���łamو هي اها يعني لا بالت كتير فيه شبه برضو واضح ان انا هقدر اعرفها اجي مع فوي ولو فاكرين كانت المجموعة الاولى ات المجموعة التانية ات المجموعة التالتة اي ت ده في زمن البرزنتي طب تعالوا بقى في الفوتورو سيمبلي تشوفوا فكرون مجموعة الاولى والتانية اي ري ت والتالتة اي ري ت والافعال الشازة ري ت فانا ملاحظة كده بصراحة يعني ان فيه جزء مشترك والجزء ت في النهايات دي كلها اذا الفيربو مع فوي واضح انه لازم يكون بيحتوي على نهاية ت اخر ضمير هنقارن النهايات مع بعض ضمير لورو هم ونعرف ان المجموعة الاولى بتاخد النهاية ا ا ا ا ده في زمن المضارع خلي بالك المجموعة التانية والتالتة بتاخد النهاية او نو نيجي بقى لزمن المستقبل ونلاقي المجموعة الاولى والتانية اي ران نو المجموعة التالتة اي ران نو الافعال الاري جولاري ران نو اللي بصراحة انا ملاحظ ان النهاية مشتركة هي الجزء اللي اسمه نو موجود فيهم كلهم فلو انا شاطر حافظ كويس قوي نهايات البرزنت او المضارع هلاحظ ان انا هتعرف بسهولة وهحفظ نهايات الفطورو سيمبليتشي والعكس لو انا شاطر وحفظت نهايات الفطورو سيمبليتشي كويس جدا هيبقى سهلة علي احفظ نهايات البرزنت المضارع طيب ايه رأيكو بقى نبدأ كده مع بعض ونحل ازرشيت سي مجموعة من التمرينات على زمن الفطورو سيمبليتشي نبدأ مع بعض واول جملة لابريما فرازي نومره اونو لاستي مانا بروسي ما الاسبوع القادم ايو بونتيني الميو بروجيتو انا نقط المشروع بتاعي ايه رأيكو واضح كده لاستي مانا ايه بروسي ما كلمة دلة على زمن الفطورو سيمبليتشي بس يطرى انا عايزة انه نهاية قالت ضمير هنا ايو انا يطرى تختار كومينتشيرا كومينتشيرو كومينتشيراي شاطرين وسمعت الناس اختارت طبعا كومينتشيرو النهاية معايا انا رو صح كده دي نهاية الفطورو سيمبليتشي نومره دو دوماني غدا كيارا بونتيني لسوا فاميليا واضح بان دوماني كلمة من كلمات الدلة على المستقبل وكيارا اسم بانوتا يبقى انا ولا انت ولا هي اكيد هصرف مع الضمير هي يا سينيورا ومع هي يا ترى نختار فيزي تيرا ولا فيزي تيرو ولا فيزي تيراي والشاطرين طبعا اختاروه برافو الاولى فيزي تيرا نومره تري دوما تينا توتو النوسترو جروبو بونتيني بالروما دوما تينا غدا صباحا كلمة دلة على الفطور والتوتو النوسترو جروبو كل الجروب بتاعنا وانا دايما اقول للطلبة الشاطرين خلي بالك كل الجروب هو في النهاية جروب واحد بص على كلمة جروبو واضح انها كلمة مفرد وطول ما هي مفرد جروب واحد يعني هو ومع لوي بقى هاختار بارتيريمو بارتيرانو ولا بارتيرا شاطرينو اختارو بارتيرا في حد يقولي بس انا افتكرت ان توتو النوسترو جروب وكل الجروب بتاعنا عشان النوسترو ملكام عن احنا فقلت الجروب بتاعنا احنا يعني احنا لا لو عايز اقول احنا نحن اسمها نوي تمام طب حد يقولي انا افتكرت ان الجروب بقى مليا الناس كتير فقلت يبقى هم فكرت اصرف مع لورو لا لو انا عايز اكتب كلمة بالجمع هكتبها واضحة جدا بنهاية لورالي او باداة تعريف لورالي لكن هنا النوسترو جروبو واضحة اوي انها مفرد فتعاملها زي ما احنا كتبنا طيب تعالوا نقول كمان رقم اربع وهنا واضح ان كارلو منادة فانا بقوله يا كارلو ويا كارلو هيبقى الضمير انت ومع تو انت يا ترى نختار فرو فراي ولا فرا رهضوا عليكم قالوا احنا هنختار اللي في النص فراي وانا سمع حد من الولاد الشاطرين بيقول يا سنيورا الجملة هنا ما فيهاش كلمة بتدل على الفطور مش انت كل مرة عملة تقري الكلمة وبعدين تقوليها اختار فطور برافو عليك بس لتلات اختيارات مستقبل ففي الحالة دي انا ممكن استغنى عن اني استخدم كلمة دلة عالزمن بمعنى انا لو كنت كتبت لك الاختيارات مدارع ماضي مستقبل كنا لازم احط حاجة بتدل عالزمن لكن لو تلات اختيارات فانا هنا في الحالة دي اقدر احط التلات اختيارات من غير كلمة دلة على الزمن تمام نكمل مع بعض بقى نوميرو تشينكوي رقم خمس لانو العام بونتيني لميا اميكا صدقتي كانترا اونا نووفا كانتوني هتغني اغنية جديدة انا رحست ان كانترا واضح كده ان الفربو ده تقدر تقول لي بريزينتي مضارع ولا فطورو رائعين قالوا لا ده واضح جدا ان هو فطورو كانترا فيه في النهاية حرف الر تمام وبما انه مستقبل فانا هاختار الحقيقة ما بين اتنين اما الاولى بروسيمو او اللي في النص بروسيما ومين شاطر هيقول لي الفرق بروسيمو مفرد مذكر بروسيما مفرد مؤنس وطبعا اللي قبل انه اطلنه العام مفرد مذكر طبعا شاطرين وفي الحالة دي هاختار الاولى بروسيمو بالمذكر تمام كده نوميرو سي استاثيرا هذا المساء نوي نحن نقط الماري كون لي اميكي وايه رأيوك استاثيرا كل مدلة على زمن الفطورو سيمبليتش المستقبل البسيط ومع نوي ياولاد نختار اندرانو اندريتي اندريمو رفيسي مشاطرين قالوا استاثيرا مستقبل ومع نوي اكيد خنختار اندريمو نوميرو ستة رقم سبعة ماريا اسارا اندرانو الماري كون لي اميكي واضح ان فعل الجملة هنا ماريا وسارا والفربو هنا اندرانو انا ملاحظة كده النهاية رانو فكرتني فعلا فيه ار في النهاية يبقى ده زمن فطورو سيمبليتش ايه رأيكم نختار دوي ستماني فا ولا اللي في النص دا دوي ستماني ولا الاخيرة فرا دوي ستماني احنا قلنا الكلمة دا على المستقبل هي مين برافو تبقى الاخيرة فرا بعد دوي ستماني طب بالمناسبة بقى ايه رأيكم نفتكر الاولى دوي ستماني فا كده بتيجي مع زمن ايه ممتاز فا بمعنى فات او مضى يبقى زمن الماضي طب ولي في النص دا دا زائد زمان بتدل على زمن المضارع البرزنتي نقول رقم اوتو تمانية اميتشي فارجولا كونكي بونتيني الفيلم دوماني واضح ان اميتشي وفارجولا هتبقى يا اصدقائي ويا ترى لما نادي على اصدقائي هقول لهم انت ولا انتم يا اصدقائي اكيد انتم ومين شاطر هيقول لي انتم يعني فاي ومع فاي نختار جوار دي راي جوار دي ريتي ولا الاخيرة جوار دي رانو ممتازين قالوا لي دوماني وعايزين مستقبل والتلاتة بصراحة مستقبل بس انا عايزة مستقبل مع فاي هاختر اكيد جوار دي ريتي اللي في النص نوميرو نوفي رقم تسعة كوالي كانسوني سوني راي خلي بالك بقى ان كوالي كانسوني اي اغنية سوني راي انت بتعزف طب يا سنيور عارفت اني بسأل مع تو انت مين انت صريف الفرب طبعا وانا لما اسأل اي اغنية انت بتعزف هترد علي وتقول انت ولا هتقول انا اكيد هتقول انا بعزف ومعايا انا بقى في الرد على السؤال هنختار مين ممتازين واخترنا سوني رو الاولى طب مين شاطر هيقولي اللي في النص طبعا مع تو انت ما تنفعش لان لما اسأل مع تو انت هترد وتقول انا بس يا ترى الاخيرة او سوناتو ما هي برضو متصرفة معايا ما اخدنهاش ليه تمام الناس فكروا كده وقالوا لان السؤال سوني راي انا سألت في فيرب مصرف في زمن المستقبل يبقى لازم ارد في نفس الزمن وفعلا عشان كده اخترنا الاولى سوني رو معينا بس في المستقبل نامي رودياتش رقم عشرة بيسألني كيكوزا ما او ماذا فاريتي استصيرة ماذا فاريتي استصيرة هتفعله هذا المساء واللي هيركز هيخد باله ان الفرب فاريتي يا ترى مصرف معلوم نوي ولا فوي ولا لورو رائعين قالوا مع فوي وما اسأل فوي انتو تردوا تقولوا انتو ولا تردوا وتقولوا احنا اكيد هنقول احنا واحنا يعني نوي ومع نوي بقى هاختار اندريتي اندرانو ولا اندريمو برافو عليكم قالوا طبعا الاخيرة اندريمو مع نوي يبقى انا بخلي بالي لما بيكون فيه سؤال وهو طالب الاجابة ان انا بشوف هو بيسأل مع اي ضمير واجاوب بالضمير المنسب طيب نوميرو رقم 11 ماريا هنا ظهرت مشكلة بقى ماريا هتعمل عن حفلة عيد ميلاد لان مصطلح داري ونفسة معناها يقيم حفلة فهي هتعمل حفلة عيد ميلاد وي وبصراحة يا جماعة البونتيني او النقط هنا مفيش قدامها اي حد مفيش ضمير اي وانا مفيش ضمير لورو هم مفيش تو انت طب انا هعمل ايه قال لي تعالى بقى ايه رأيك لما يكون النقط مفيش قدامها ضمير واضح انا هستعين بباقي الجملة واضح كده ان النص الاول من الجملة بيقول ماريا هتقيم حفلة وهتدعو الاصدقاء يبقى النص الاولاني مين اللي هتقيم الحفلة ماريا يبقى في النص التاني مين اللي هتدعو الاصدقاء هي برضو ماريا يبقى انا هكمل الجملة مع نفس الضمير الاول لان ما ظهرش فعل جديد يخليني اغير رأي وهكمل مع ماريا واخترته ايه طبعا الاولى برافو عليكم طيب نومرو دوديتشي رقم 12 فيها فكرة جميلة قوي طبعا بدأت فرا ونميزي بعد شهر ده مستقبل ايف راتيلي دي باولو وانا بزعل قوي من الطلاب اللي بغلطوا في جملة زي دي فيبدأوا يبصوا على قبل النوع باولو ويشتغلوا ويحلوا ده خطأ كبير لان ايف راتيلي دي باولو اخوات باولو ويا طرع انا هنا لما اتكلم وقول ان اخوات باولو سيعودوا الى روما مين اللي هيرجع او هيعود الى روما باولو ولا الاخوة اه ده اخوات وهم اللي هيرجعوا يا سنيورا يبقى انا هنا بلاحظ ان ايف راتيلي مضاف باولو مضاف اليه يبقى انا بتعامل مع الكلمة اللي قبل حرف الجر دي اللي هي ايف راتيلي فرا اميزي كلمة دلة على المستقبل وييف راتيلي مفرد ولا جمع جمع طبعا يبقى انا ولا انت ولا هم هم وهم يبقى الضمير لورو وشاطرين مع لورو هنختار تور نيرانو وهتغلط وتصرف مع باولو الحل هيطلع مش مظبوط طيب نومرو تريدي تشي دوبو دوماني بعد غد ايو اي ميكالي وهنا كمان مش عايزك تستعجل انا ومعايا ميكالي يبقى الضمير ايه ترى نعمل حسابنا ان انا ومعايا اي شخص هيبقى نحن اللي هي نوي ومع نوي بقى شاطرين وهنختار طبعا الاخيرة مع نوي نومرو كواتور دي تشي رقم 14 بيقول لي فرا بوكو سيلفيا ايتو طب فرا بوكو مستقبل وبوكو كلمة بمعنى قليل فلما اقول لك فرا بوكو بعد قليل يعني بعد شوية وقت صغيرين سيلفيا ايتو سيلفيا وانت ويعمل حسابك الضمير تو انت ومعاك اي اسم يبقى انتم فوي يبقى انا هحفظها كده ايو انا ومعايا اسم نحن نوي تو انت ومعاك اسم انتم فوي وشاطرين وقلنا لترى مع فوي هنختار طبعا وتبقى الاولى صاريت جميل او طيب ايه رأيكو بقى نشوف مع بعض قاعدة سي قاعدة سي احنا اتفقنا هي كلمة بمعنى اذا او لو وبيظهر معاها في الجملة بتاعتها فعل واحد ولا فعلين لو فاكرين الكلام كانوا فعلين فاكر لما قلت لك اذا انت هتذاكر كويس هتنجح الفعل الاول هو الفعل اللي بعد السي على طول وده بيكون في زمن المضارع او المستقبل البسيط فطوره سيمبليتش مش مشكلة عايز تستخدم مضارع او عايز تستخدم مستقبل البسيط ما فيش فرق اللي يعجبك هتستخدمه لكن النص التاني الحقيقة بيكون دايما دايما فطوره سيمبليتش او مستقبل بسيط طيب اجباري ان سي لازم تكون في بداية الجملة ولا ممكن تيجي في النص لا الحقيقة ممكن تيجي في النص فاقولك ان انت هتنجح اذا هتذاكر كويس فهنا في الحالة دي هيبقى فيه بعدها فعل وفيه قبلها فعل الفعل اللي بعد سي هيبقى زي ما اتفقنا مضارع او مستقبل بسيط نعم الفعل اللي جه قبلها هيبقى على طول على طول فطور سيمبليتش او مستقبل بسيط طيب فيه ناس بتواجه صعوبة شوية في ان هي تحفظ التركيبة بتاعت الازمينة يعني احيانا الطالب بيقولي انا لما باعد احفظ الحاجة كده ما بتثبتش باعد افتكر هي سي بيجي معاها فعلين بس يا ترى اللي بعد سي كان ايه واللي بعدين نص التاني ايه فبينسوها شوية فاحنا دايما المدرس بيحاول يفكر نسهل المعلومة عليكو ازاي نقعد نفكر بقى كده في افكار بحيث ان احنا نوصلها باسهل طريقة فانا فكرت وقلت ايه رأيكم لو نفكر كده مع بعض ونقول قاعدة سي فيها فعلين اللي وراها حاجة من اتنين اما مضارع او مستقبل طب والنص التاني مستقبل على طول يبقى تاني قاعدة سي فيها فعلين اللي وراها اللي بعد سي حاجة من اتنين اما مضارع او مستقبل طب والتاني ده مستقبل على طول خلاص أعتقد بقى إن إحنا لو قلناها كم مرة كده أكيد هنحفظها إن شاء الله بقعدة سي فيها فعلين اللي وراها حاجة من اتنين إما مضارع أو مستقبل طب والتاني خلي بالك إن التاني اللي أنا أقصده ده الهو اللي بعيدة عن سي سواء بعيدة عنها هيجي في النص التاني من الجملة أو بعيدة عنها جاي قبلها نحددتلك اللي وراها حاجة من اتنين إما مضارع أو مستقبل طب والتاني مستقبل على طول فوتورو سيمبليتش طيب نجرب كده ايه رأيكم حل مع بعض رقم 15 وبيقول إذا غدا الجو هيكون جميل وانا هسأل بقى الولاد الشاطرين وقول لهم ها يا طرى انا هنا بسأل عن الفيرب واللي بعد سي ولا النص التاني برافو احنا بنسأل على النص التاني وقلنا التاني هيبقى مستقبل على طول وما تنسى المستقبل احنا صرفناه النهاردة وقلنا انه بيتكون من كلمة واحدة بتحتوي على حرفه مهمة قوي في النهاية وحرف الر يعني الاولى محدش هيختارها دول كلمتين ده زمن مركب مش زمن بسيط طيب ايه رأيكم اكيد اكيد هختار اندريمو ولا اندرانو طبعا هختار اندريمو علشان الجملة بتتكلم عن نوي كمان جملة نتأكد ان احنا فهمنا قاعدة سي سي بونتيني افانتيكوزي نون سوبريراي لئيزان واضح هنا ان انا بسألك عن الفيربو اللي بعد سي ولا النص التاني قال لي لا انت المرات بسألتيني عن الفيربو اللي بعد سي بس في مشكلة يا سنيورا انا ملاحز كده ان ما فيش اي ضمير قبل النقط ولا انا ولا تو انت ولا نوي ولا اي حد بيقولي سي نقط افانتيكوزي هكذا لو لو بتستمر هكذا نون سوبريراي وحنا اتفقنا نعمل ايه نستعين بباقي الجملة لو ما فيش فاعل موجود قبل النقط وانا بدأت ادور في باقي الجملة ولقيت سوبريراي ومين شاطر هيقولي السوبريراي واضح ان الفيربو مصرف مع الضمير تو انت فاكيد النص الاول بما ان ما فيش فاعل هيستمر مع نفس الشخص ويبقى تو انت والشاطرين هيختاروا طبعا كونتينوي راي فاذا انت هتستمر بهذا الاسلوب او بهذا الشكل نون سوبريراي لازامي نكمل مع بعض نومرو ديتشا ستة سبعتاشر سي جو كاتب بني اكالتشو بنتيني الكامبيوناتو فانا بقول اذا انتو بتلعبوا جيدا كرة القدم هتكسبوا البطولة ايه رأيكم واضح ان السؤال عن الفيربو اللي بعد سي ولا النص التاني بسرعة الشاطرين جاوبوا وقالوا النص التاني والنص التاني اتفقنا انه مستقبل على طول وكم كلمة المستقبل او الفوتورو سامبليتش كلمة واحدة يبقى الاختيار الاول محدش هيختاره ويا طرى بقى هنختار فين شيريتي ولا الاختيار الاخير فين شيرا واضح كده ان البنتيني او النقط بتاعتي مفيش قدامها حد استعين بباقي الجملة والشاطرين بصوا وقالوا جو كاتي مين شاطر هيقول لي جو كاتي فعل مصرف مع الضمير ايه مع فوي برافو عليك وعرفنا منين من النهاية قاطي يبقى هنكمل مع نفس الضمير فوي بما انه مفيش فعل جديد يخليني غاية الرأي يبقى انا هنا جو كاتي مع فوي خلتني عرفت ان انا اختار فين شيريتي مع فوي اذا انتوا هتستمروا في لعب الكورة بشكل جيد هتكسبوا البطولة طب ايه رأيكو بقى رقم 18 ديت شطو بيقولي البروفيسوري بونتيني دي نووو سي نون كابي تبيني واضح ان سي جات في نص الجملة مفيش مشكلة ولا يهمني انا عارف ان الفيربو اللي بعد سي مضارع او مستقبل بس هو هنا الحقيقة بيسألني على فيربو تاني هو النص الاول من الجملة وده هيبقى فوتورو سيمبليتشي على طول حيا المرات دي الاختيارات التلاتة فوتورو سيمبليتشي بس يا ترى سبياجيرا سبياجيرا ولا سبياجيرات ايه الطلبة بصوا قالوا طب احنا يا سنيورا هنستعين بمين نبص على النص التاني اوح انا اتفقت معاك تستعين بباقي الجملة في حالة واحدة بس ان يكون مفيش فاعل موجود قبل النقط وانت هنا عندك فاعل صريح ومكتوب البروفيسوري يبقى انا هلتزم بيا جماعة البروفيسوري المدرس هو اللي هيشرح من جديد اذا انتو مش فاهمين كويس يبقى محدش يقول انا هروح ابص على كابيتة وقول دي مصرفة مع فوي وفكر ان اكمل مع فوي لا ما ينفعش يبقى انا عندي حد قبل النقط وعندي البروفيسوري هلتزم بيه وهاختار معا لوي الاختيار الاول سبياجيرا ايوا ايوا معانا اتصال تفضلي اه ازاكي سينيورا الحمد لله تمام اه اتسئل تفضلي لا حضريك تسأليني اه اسألك في القعدة طيب والله دي فكرة جميلة طيب ايه رأيك انا عندي سؤال بقى بس يعني سؤال صعب شوية بما ان احنا خلاص خلصنا الاسئلة السهلة تيجي نسألك سؤال صعب طيب ماشي جميل تعالي ايه رأيك بقى احنا هنكتبه ونشوف عشان تفكري انت وباقي الطلبة لو انا هقولتلك سي ان فيترو زنا هازم لأميتي الاصدقاء اللا فستة كنتيني ماركو اي ان طيب اذا انا هازم لأميتي اللا فستة الاصدقاء فينجونو ولا يا طر فير ولا هنقول فير النو الحياة هو يعني سؤال كده وليد اللحظة فيارب يكون فكرة كويس تعالي نقول مع بعض سي ان فيترو اميتي اللا فستة كنتيني ماركو اي اي انا يا ترى انا بسألك هنا عن الفيرب واللي بعد سي ولا النص التاني النص التاني والنص التاني هنا احنا اتفعنا انه بيبقى زمن ايه المستقبل مستقبل على طول رائعي انا هفكر في مستقبل بسيط قيتلي بس كلهم مستقبل بسيط يا سينيور هتبقى فينجونو لا زعلت انا كده زعلت لا زانية لا معاش ثانية اي بالراحة هسألك شوية هتبقى متصرفها مع اي ومتصرفها مع اي هتبقى فير ايه دي بقى ايه دي ايه دي بقى ايه دي واشيبيني انا اسألك نا فينجونو فيها حرف ار فير لا تبقى فيرنو تنفع تبقى مستقبل لا لا شطرة برافو عليك انا عايزة كلكم تبقوا سمعينها هنا ما فيش حرف ار مستحيل تكون مستقبل بسيط وانا عايزة كتفكري كده وانت بتحلي في الامتحان حالي انا عندي فيرر بحرف الا وعندي فيررنو دي نهاية رنو هتبقى فيررنو تعالي نحدد الاول فيرر متصرف مع مين لورو هنا هنا فيرر فيرر معلوي معلوي را معلوي اولي شطورة طب وفيررنو مصرف مع الضمير لورو لورو حلو قوي هل انت عندك فيه حد هنا قبل النقط لا قلت لي طبعا لا يبقى انا هستعين بالنص الاول من الجملة بس الكلام ده هيبقى صح باستثناء الجملة دي انا كنت المفروض اعتبر ان لي اميتشي الاصدقاء هو الفاعل لا طب اعتبر ان ان فيترو هو الفاعل معي انا لا ليه سنيورا مش انت قلت استعين بالنص الاول برافو بس كمان لازم اكون فاهم معنى الجملة اذا انا هاعزم الاصدقاء الى الحفلة سيأتوا ماركو وانا هو مين اللي هيأتوا ماركو وانا طيب ده معنى ان ده فاعل الجملة بس انا اخرته بدل ما اجيبه هنا قبل النقط اخرته بعد النقط ودي كانت جملة حلوة قوي نختم بها الحلقة عشان نقول للطالب حتى جملة للجراماتيكا اللي انت بتقول انك مذاكره كويس وهتعرف تحله كويس محتاجة ترجمة يبقى لازم نحفظ الكلمات هتلف وهتدور وهتحاول تغرب نحفظ الكلمات وتلاقيها حتى في الجراماتيكا وقفالة يبقى انا هاحفظ الكلمات عشان مفيش ولا جملة تقف قصادي واجيب ان شاء الله الدرجة النهائية وانا فرتونا برتوتي واتمنى اني اشوفكم دايما على خير وكنو دايما مذاكرين وشاطرين ومن الاوائل ان شاء الله شاو